موسيقى الموسيقى الموسيقى استمرار الى عرق مختلف لتقضين المي lender اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى بغداد جئنا نبحث عن ابي بكر البغدادي ابراهيم بن عواد البدري كيف اصبح ابن سمراء بغداديا وكيف تحول امام المسجد الى خليفة بنظره ونظر اتباعه وكيف اضحى معتقل سجن بوكل امريكي اخطر ارهابيين في العالم اهلا بكم لم تكن البداية من بغداد رغم ان اليها جئنا فلكي يقرأ الكتاب من اوله لابد ان تلمس اولى الصفحات ولكي ترسم معالم الطريق لابد من خريطة خريطة تاريخ وجغرافيا ترجعنا الى حيث كانت البداية ذكريات الحرب تقول ان هذه البلدة التي اتقعوا على بعد 500 كم من بغداد كانت اول من واجه الغزو الامريكي في عام 2003 ميناء عم قصر المنفذ الوحيد للعراق على الخليج هنا دارت معارك لأيام عدة بين القوات البريطانية والجيش العراقي انتهت بسقوط المدينة وتحولها لقاعدة لقوات الاحتلال في العراق سيطرت القوات البريطانية بالكامل على المنطقة ووضعت يدها على منشأة اسمتها معسكر فريدي جعلته مكانا لاعتقال اسرى الحرب قبل ان يتسلمه الجيش الامريكي ويغير اسمه الى كامبوكا تخليدا لذكرى رونالد بوكا الشرطي ورجل الاطفاء الذي قتل خلال هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر عام 2001 في نيويورك ولان لكل شيء نصيبا من اسمه ارده الامريكيون نوعا من الغطاء المعنوي للمكان الذي استخدم الاعتقالات في اطار ما اسمته واشنطن حينها بالحرب على الارهاب كامبوكا هو خدمة جليلة ازدتها الحكومة الامريكية انصح التعبير وازداها البيت الابيض الى جموع المجاهلين وفرت لهم المناخ الامن والطعام والشراب والكساء والنوم كما سمحت بدخول الكتب فوفرت بيئة مناسبة جدا الى طلب العلم الشرعي والتغذي على كتب المقدسي والتغذي بعقيدة القتال وكان هذا على مرأة ومسمع من الجنود الامريكان ولم يكونوا يبالون بشيء كان فيها افراد من القاعدة كانوا يكونوا فيها يمارسوا اشد انواع الدروس الفقهية ودروس الحديث والدروس التي من شأنها اذا ما تلقاها المكلف سيما اذا كان المكلف لا يمتلك قاعدة بيانات ولا يمتلك داتا بيس ولا يمتلك ابتداء ذائق حسية ومعرفة ادبية ومعرفة فقهية ومعرفة تاريخية اصلا بابتلاءاته العبادية القليلة لكنه للمفارقة اضحى لاحقا عنوانا لمرحلة جديدة من الارهاب لمرحلة صناعة الوحش الذينما وكبر بين جدران معتقل اسس لعصر داعش فضح اسمه بين عناصرها وفياداتها اكاديمية بوكا كان بوكا حوى كثير من العناصر التي يشاروا اليها بالبنان ويعقد عليها بالخناصر من امثال ابو معتاز من امثال ابو عبد الرحمن البلاوي من امثال كاكا مجير من امثال المتحدث الرسمي اللي هو ابو محمد العدناني كان في الكم السادس فكان حقيقة هناك عناصر ثقيلة الوزن عناصر لها بصمتها الواضحة في الساحة الجهادية فكان سجن بوكا هو النواة الصلبة للدولة الاسلامية حسب مفاهيم ونظرية وايديولوجية ابو بكر البغدر كان بوكا قتل كفر البيئة المناسبة بحيث يتغذى المعتقل سنة او سنتين على اعتقيدة القتال ثم يخرج واذا به عبارة عن شعل ناري عبارة عن كنبلة موقوتة تخرج صالحة لان تكون وقود حرب وان تكون مسعر حرب بل الذي يدخل الى معتقل كان بوكا وليس معه شيء من هذه العقيدة يصادف ناس معهم هذه العقيدة فيعلموه ويفقهوه ويوجهوه واذا به يخرج على ناري يخرج على ناري في هذا المعسكر الكبير سجن بين عامي 2004 و2006 ابراهيم بن عواد بن ابراهيم البدري المعروف بأبي دعاء الشاب المولود في سامراء عام 1971 1971 لم يكن بالنسبة للأمريكيين سجينا من الأكثر خطورة لكنه في آن كان بحكم تخصصه في التجويد وعلوم القرآن قريبا من نزلاء المعتقل من خلال إمامته الجماعة وتأسيسه حلقات علم سجن بوكا كان هو البداية لزعامة أبو بكر البغدادي في الظهور يعني هو هذا الرجل عنده دكتوراه في الشريعة الإسلامية كان يلقي محاضرات في سجن بوكا في السجناء ويحاول أنه تجنيدهم لنظريته ونجح نجاحا كبيرا في هذا الإطار حتى أن الكثير من أركان الدولة الإسلامية في الوقت الحالي هم من زملائه الذين كانوا في سجن بوكا في بوكا ترسخ عنده الفكر الجهادي التكفيري السلفي تعرف بحج بكر سمير عبد محمد الخليفاوي وتعرف بأبو مهند السويداوي وتعرف بأبي أحمد العلواني تعرف بهؤلاء هؤلاء وإن كانوا من أصول بعثية البعث العراقي لكن هؤلاء سرعان ما تحولوا في بدايات التغيير الذي حدث بالعراق في عام 2003 أثروا به كثيرا وأثر بهم أيضا من جهة معرفته في علوم القرآن وهم أثروا فيه من جهة حماساتهم وفكرهم العسكري وخبراتهم الأمنية والعسكري تختلف وجهات النظر على دوره فهناك من يقول إنه كان بمثابة ناظر الذي يدير شؤون وشجون المعتقلين وهناك من يؤكد أنه لم يكن صاحب وزن هناك شهادات متضاربة على الشخص ذاته في المكان ذاته في المرحلة ذاتها أبي بكر البغدادي حقيقة هذا الاسم لم يكن اسماً لامعاً لكن هذا الاسم نراه قد أخذ حيزه وأخذ دوره الكبير من بعد أكاديمية بوكة بالذات أبو بكر البغدادي الكم السادس 2004 يعني لم يكن له أي شيء يذكر سوى أنه شيخ إبراهيم يتقدم في الصلاة وتارة يخطف في الجمعة النقطة الأخرى التقى أيضاً بأنصار أبو مسعب الزرقاوي الذين كانوا في سجين بوكة وهذا الشخص الذي ألتقيته ولا أستطيع ذكر اسمه يعني قال لي كان أصلاً من قيادات أبو مسعب الزرقاوي وهو أردن الجنسية وهناك تعرف على أبو بكر البغدادي وهناك حضر معظم الدروس التي كان يلقيها أنا في مرة من المرات كان عندنا ساحة واسعة في كام بوكة في كام السادس كام السادس قبل أن يكون كارفانات مفروزة كان كارفانات مفتوحة ثم أصبح كارفانات مفروزة ومقطعة أصبح كام عقوبات فشهدت الرجل يلعب كرة القدم وإذا بالرجل يعني إمكانية هائلة جداً لأنهم كانوا يسمونه مرادون في منطقتهم كانت فترة بوكة كافية للبغدادي لنسج شبكة علاقات رتبت له لولوج مرحلة جديدة أصبح ابراهيم بن عواد البدري أبا دعاء والأكاديمي الإسلامي تحول إلى عضو وإن غير ناشط في تنظيم القاعدة لكن ذلك لم يأتي من فراغ هي مرحلة أسس لها على امتداد سنوات خلت بين سامراء التي ينتسب إليها وبغدادة وحي طوبشي قصة طويلة البغدادي يغلب عليه العزلة خاصة مع صلة الرحم وأقاربه وكان اجتماعياً قليل الاختلاط هو يضيف على نفسه سمى من السمات الأمنية قليل الكلام، كثير الاستماع، قليل الاختلاط ربما يرجع السبب لكون هو من بيئة فلاحة أو بيئة قراوية فيستحى أن يختلط مع مجتمع مدني مثل بغداد هو زوج لاثنتين ووالد لستة زوجته الأولى أسماء فوز محمد الكبيسي المولودة في العام 1976 هي فيآن ابنة خالته أما الثانية فإسراء رجب القيسي ولا صحة لمكان يحكى عن زواجه من سجد دوليمي من زوجته الأولى أنجب خمسة ابنه البكر حذيفة المولود في العام 2000 وابنته أميمة في العام 2002 وحسن ويمن وفاطمة ومن زوجته الثانية علي المعلوم من أشقائه ثلاثة ذكور شمسي وجمعة وأحمد ولا معلومات واضحة عن شقيقاته على الصعيد العالي كان كثير الاختلاف مع أخوه شمسي الشمسي كان لا يقبل بتحركات البغدادي وعلاقاته الواسعة الشمسي تم اعتقاله أكثر من مرة من قبل القوات الأمريكية والقوات العراقية وهذا الشخص يزعى منه منعزل في حياته والبغدادي سبب لهم مشاكل كبيرة أيضا أخوه جمعة كان سلفيا تكفيريا ويوم كان البغدادي على مذهب الأخوان كان بينهم مشاكل كثيرة وعدم التقال لكن أخيرا أصبح جمعة من المرافقين وأقرب الناس لهذا البغدادي أخوه أحمد طمع ماليا وسبب للبغدادي إحراجات كثيرة حاليا خاصة في تهمته في سرقة بعض الأموال أو استخدام الأموال الشخصية لمنافعه الشخصية أيضا أخواته أخته كبيرة وهي مطلقة ومتزوجة من شخص آخر سبب لها إحراجات مع زوجها الذي يسكن من مطقة سامرات جلام حيث تم مداهمة بيته أكثر من مرة واعتقال أبناء أكثر من مرة وسبب لها إحراجات وربما بلغتها إلى حد الطلاق بين القادمية والعظمية تقع الطريق إلى توبتشي الحي البغدادي القديم الذي عاش فيه الرجل الأخضر في العالم نتواجه الآن إلى حي توبتشي الحي الذي سكن فيه أبو بكر البغدادي فترة من عمره خلال سكنه في العاصمة العراقية بغداد سنذهب إلى هذا الحي سنطلع على تفاصيله على المسجد الذي كان يؤم السلاة فيه أبو بكر البغدادي أيضا إذا ما استطعنا أن نلتقي ببعض الذين عصروه أو الذين لديهم اطلاع عن حياته في هذا الحي ليس بالأمر السهل أن تسأل عن البغدادي في بغداد ليس سهلا أبدا وكأنك تضغط على جرح ملتهب بغرفة ملح بلق الأكثر الناس هنا وجوههم تقاسيمهم أيامهم الماضية من هوى المقبلة اهتزت بفعله أطحى لهم هاجسا قل قدرا من الماضي يصارعون لنزعه عنهم لكنه لا يرى الانسلاء السلام عليكم كيف حالك؟ الله بخير تمام؟ نكننا دخل المسجد نحن قناة نحن قناة يسألون تقرير على موضة اللي كان مباكرا البغداد كان يصلي هناك هل مظبوط كان يصلي بهذا المسجد؟ والله ما عادره مين يعرف طيب؟ نحن هنا شرطة عمومة نحن تعرف مين عادر من تقرير؟ في حد كبير من تقرير تحت قبة هذا المسجد كان خليفة داعش إماما للجماعة مسجد حج زيدان يشهد لسنوات قضاها الرجل الصامت فيه وليس بعيدا عنه بضعة أمتار فقط منزل حواه ومن معه كان لابد من زيارة مهما كانت المخاطر وإن انتهى بنا المطاف ضيوفا غير مرحب بهم كيف عكس حاج؟ صحبتك صحبتك نحن كنا جايين على الحيلة هون نحاول أن نستقصي حول أبو بكر البغدادي كان ساكن هون أنا عارف موضوع خطير وموضوع دكش توجه عرافة لا نحن موضوع قديم هذا كانوا طلاعا قديم هذا الحجي 15-20 سنة لا نعرف أنا عارف عارف بس شكل عم كان لا يحتاج التصور يا عمي ما يحتاج والله صاحب مهلا ما رقم ها؟ ما عارف ما تعرف شي حتى لو يعني يتجنبون قلت لك يعني عصرت أعتقالات هنا هواي وفقاصة هنا حال شيخ أو غير شيخ يتجنبوا هاني شي موسيقى 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 انتهى الموضوع اذا على الاقل بالنسبة له لكن اخر من خارج الجمع فتح بعيدا عن الكاميرا وبصوت خافت صفحات من الملف المغلق موسيقى 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 عم موسيقى 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 اellt ‫ موسيقى ام وعاد من أغلق الموضوع أولاً ليغلقه من جديد البغداد تأثر عام 2003 بشخصية عراقية كانت تكتب للسلفية الجهادية معروفة بأبي محمد المفتي العاني هذه الشخصية تعتبر منظرة الجماعات التكفيرية الجهادية في العراق آنذاك والأسس هو ومجموعة من جماعة أبو محمد المفتي ما يعرف بجماعة أهل السنة والجماعة بعضها في بغداد وقليل منها في مناطق الدور وسامراء خاصة منطقة جلام والأحويش وامكيشيفة وهذه المناطق بعد طوبشي كان السجن وبعد السجن بدأت رحلة أطول رحلة تنظيم القاعدة كان أبو دعاء يرغب بالحصول على شهادة الدكتورة ولأن بغداد ما بعد السجن لم تعد كما كانت من قبل قرر الرحيل باتجاه سوريا التي كانت حينها تحتضن المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي عرف أن وجوده هناك سيكون مريحا فقرر الاستقرار هناك لكتابة أطروحته وفي آن للانخراط جديا في التنظيم الذي سيصبح لاحقا أول وأبرزا من شقنا كتب في علم الصوتيات في علم القراءة القرآن وتجويله هو كان اختصاص في صوتيات القرآن ومخارج الحروب هذا الاختصاص معروف في الجامعة الإسلامية التي تعرف الحاليا بالجامعة العراقية اختصاص نادر وهو استطاع أن يحقق به درجات ممتازة بحكم أن والده كان من الملات أو الملائيين الذين يعلمون القرآن في سامر را في جامع الإمام أحمد بالحمد فترة 2006 الشهر الذي قتل فيه الزرقاء هو أخذ فيه درجات الدكتورة هذه الستة أشهر لما اتقى بملة فوزي وملة فوزي عرفه على أمحارب عبدالعطيف الجبوري أمحارب كان لديه سلطات فرغه لطلب العلم لكتابة الأطروحة في سوريا كان يساعد فيه المجال الإعلامي بعد نهي له شهادة الدكتورة أرجع مرة أخرى إلى سوريا وهذه المرة يساعد في ملف المضافات أعداد المهاجرين العرب والأجانب في مضافات سوريا وكان مساعدا لشخصية معروفة بأبو الغادي العراقي أبو الغادي العراقي اللي هو بدران تركي حيشان الشعباني هذا الأمريكان يقول قتلناه داخل الحدود السورية لكن الصحيح أنه بقي معتقلا عند الأمريكان وحولوا ملفه إلى العراق وحرب يوم ماهو عشرين سبعة في مستدينة وقت رجل الظل لم يبرح مكانه في الظل ربما ساعده ذلك كثيرا على القفز فوق الحواجز التي كان بالإمكان أن تعوق تقدمه المريح من صف إلى صف إلى رأس الصفوف احترف الدكتور إبراهيم عملية حياكة سجادة بساط الريح التي ارتفعت به داخل صفوف التنظيم واتضى ثقة القيادة به وعرف كيف يستفيد مما كانت رفاقه محولا إياهم بعلمه أو بدون علم إلى لوبي داخلي فرضه على الجميع رغما عن الكثير وبرغم أنه لم يكن قد مضى عليه في التنظيم زمن طويل لم يكن سهلا على أحد أن يخرف أحمد فاضل نزال الخليلة أبو مصعب الزرقوي كان الاسم وحده يعني الكثير في العراق وخارجه عن لأسامة بن لادن كما لجورج بوش كما لقادة المنطقة نظر الزرقوي لقتل كل من هو مخالف ولأولوية قتال أعداء الداخل قبل الأمريكيين كان قويا إلى درجة عاجز معها أمير القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن عن طرويده فتحول إلى خط موازن داخل التنظيم رغما أنه لم يكن يوما قاعديا فابن الزرقاء الأردني جاء إلى العراق إبان الغزو الأمريكي منضويا تحت لواء تنظيم أنصار الإسلام بقيادة المل كريكار وبعد انهيار الجماعة تحت الضربات الصاروخية والجوية لقوات الاحتلال أسس أبا مصعب تنظيمه كتائب التوحيد والجهاد الذي يمكن القول إنه النواة المؤسسة لتنظيم داعش أبا مصعب الزرقاء لعب دورا كبيرا في أنه أسس للدولة الإسلامية لأنه كان نفس الأيديولوجية تقريبا اللي هي أيديولوجية التوحش أيديولوجية القتل عدم الرأفة بالأعداء وأيضا اللي هو إعلان العداء لأبناء الطائفة الشيعية في العراق باعتبارهم من خطر كبير على أهل السنة والجماعة مثل ما يعني يطلق عليه من قبلهم فلا أبو مصعب الزرقاوي فعلا كان هو المؤسس الحقيق ومعظم أنصار أبو مصعب الزرقاوي كانوا هم الجنود الأوائل في الدولة الإسلامية أعلن الزرقاوي بايعته لأسامة بن لادن بعد ثمانية أشهر من التفاوض مع القاعدة التي خضعت لشروطه على مرض بذلك أصبح أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين مع كوني أميرا لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين خادم الجهاد والمجاهدين المعتز بالله تعالى أخوكم أبو مصعب الزرقاوي كانت هذه المرحلة الأولى إذ أنها سمحت لنائب بن لادن في العراق كما أصبح يعرف بأخذ البيعة عنه وعن المل محمد عمر كما أمنت له ما يقارب السبعمائة ألف يورو شهريا من التنظيم في خرسان إضافة إلى تبرعات من الزكوات التي أصبحت تصل مباشرة إليه المرحلة الثانية انطلقت بجمع الكتائب الأخرى المقاتلة مع تنظيم قاعدة الجهاد تحت لواء مجلس شورى المجاهدين في شباط من العام 2006 نبشر الأمة بتشكيل مجلس شورى المجاهدين في العراق والذي سيكون بحول الله وقوته نواة لقيام دولة إسلامية تكون فيها كلمة الله هي العليا كان الهدف اختزال كل جماعات تحت عنوان واحد يقوده الزرقاوي الذي أراد أن يصل إلى المرحلة الثالثة وهي أعلان الدولة لم يكن ذلك ممكنا اليوم لقد تم القضاء على الزرقاوي الزرقاوي الآن زرقاوي قد تجده ويستطيع أن هذا الرجل سنعرف مجدداً ما كان رأيي البخداد في الزرقاوي؟ كان يعدهم من أئمة الجهاد المجددين ويرى أن الزرقاوي هو أقرب إلى السلفية الجهادية من الظواهر ومن بلالة لم يطل الأمر كثيراً حتى أنشئ حلف المطيبين في الثاني عشر من تشرين الأول الفين وستة وهو ائتلاف يضم الحركات المنضوية تحت مجلس شورى المجاهدين وبعض زعماء العشائر بعدها بيومين اختير حامد داود محمد خليل الزاوي خليفة لأبي مصعب أصبح ابن حديثة أبو عمر البغدادي في الخامس عشر من تشرين الأول الفين وستة أول أمير لدولة العراق الإسلامية ندعو كل مجاهدي وعلماء العراق وشيوخ العشائر وعامة أهل السنة إلى بيعة أمير المؤمنين الشيخ الفاضل أبو عمر البغدادي على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن نعمل جاهدين على تقوية دعائم هذه الدولة والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس أصبح أبو دعاء وتدم من أوتاد دولة العراق الإسلامية ترق في صفوفها مستفيدا من قربه من أبي حمز المهاجر الذي كان ممثلا للمهاجرين في مجلس الشورى والرجل الثاني في التنظيم بعد أبي عمر أعجب المصري بشخصية الشيخ إبراهيم لتكتمل حلقة الدعم له التي عصلته ليصبح عضوا في مجلس الشورى ومن ثم رئيسا للهيئة الشرعية عداقة البغدادي بأبي عمر البغدادي لم تكن مباشرة في أول تسلم أبو عمر البغدادي إمارة العراق تدرج البغدادي بين شرعي لديالة ثم عضو في هلهاية الشرعية للأنبار ثم عضو في مجلس الشورى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق التي كان عقودها أبو عمر البغدادي أبو بكر البغدادي كان يسمى أبو دعاء قلت لك التنظيم الإداري أو الهيكلية التنظيمية للتنظيم القاعدة يعتمد على نظام الولايات ولكل ولاية والي وكذلك بعض اللجان الخاصة بالوالي مثلا فترة من فترات مجلس عسكري لأنه مرت بمراحل الدولة الإسلامية مرت بمراحل كان أكو شخص يسمى منسق الولايات أو المنسق أو لجنة اللجنة التنسيقية اللي في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يسمونها عناصر التنظيم القاعدة اللجنة التنسيقية المباركة دور هذه اللجنة التنسيقية هي الحلقة الوسط أو الحلقة الرابطة بين الولاة لدولة لداعش في العراق والإمارة خوفا على سرية وأمنية الخاصة بأبو عمر البغداد وأبو حمد يتم الاتصال بين الإمارة التنظيم والولاة من خلال هؤلاء اللي هم يكونون يعرفون في كل صغار ويبلغون تبلغات اللي تصدر من الإمارة إلى الولاة وكذلك يأخذون البريد والمواقف والمشاكل وإلى غيرها تصل إلى أبو عمر وأبو عمر أنت بعض الصلاحيات لهذه التعيين الولاة الإشراف الإقالة المحاسبة كان أبو دعاء أحد هؤلاء أو أبرزهم لهم اللي يتجاوزوا ثلاث أشخاص في أحسن حالاتهم في هذه المرحلة دخل دائرة الضوء بالنسبة لاستخبارات العراقية التي وضعته على لائحة ملاحقتها وبدأت تنجر إليه كهدف دسم وإن كان لا يتصدر أولويتها ثم كانت عملية وثبة الأسد طبعاً وثبة الأسد 2010 في 2010 كانوا القوات الأمريكية لا تزال موجودة في العراق تمكننا من عملية استباقية عملية أعتبرها فذة من اعتقال والي بغداد في حينها مشهور شخصية من الشخصيات المشهورة اللي كان أيضاً قابع في سجن بوكا اللي فترة تقريب خمس سنوات أو أربع سنوات وإلى صيتة في سجن بوكا اللي هو منافر راوي اعتقلنا منافر راوي يعني أنا صراحة ما يحضرنا التاريخ لإعتقال بالضبط ولكن أذكر بين اعتقال منافر راوي وبين الوصول إلى أبو عمر البغدادي هي خمسة واربعين يوم تعتبر فترة قياسية تم اعتقال منافر راوي بدأت تتهاوى قيادات تنظيم القاعدة بأيدينا من خلال ضبط البريد لا يسمونهم اللي هم الرسالة اللي يتراسلون بينها القيادات على مستوى صعود الرسالة من والي بغداد إلى إمارة التنظيم أبو بكر البغدادي والمجلس العسكري ونزولاً من إمارة التنظيم القاعدة متمثلة بأبو عمر وبحمزة المهاجر وزير الحرب نزولاً إلى الآمري القواطع أو الآمري الولايات اللي موجودين في ذلك الوقت اتمكننا من الوصول إلى أبو عمر البغدادي كان في محافظة صلاح الدين في منطقة تسمى عين الفرس اللي تابعة إلى منطقة الثرثار المنطقة صراحة مهمة لأن تستهدف بعجلات لأن المناطق خالية بعيدة يعني مساحات شاسية لـ 30 كيلو لـ 40 كيلو لا توجد فيها سكن فبمجرد دخول عجلات عسكرية بهذا لتنفيذ الواجب أكيد راح يعرف وبالتالي راح يهرب بعد ما تأكد أن مكانا بالضبط أبو عمر البغدادي في أحد البيوت تم التطويق من قبل القوات المشتركة وتم القصف من قبل القوات الأمريكية جملكون الجمهور بما يتجه لك أكثر من قبل القوات أبو عاما أكثر من الأسباب من العرق أرهي أرهي المنطقة الحرب المنطقة العرق العقل العواج المنطقة تقريح أبو أيوب المازري و أبو أمار الباغداد و أبو أمار الباغداد قاد الحج بكر سمير الخلفاوي عملية الترويج للتسلم أبو دعاء إمارة الدولة الحج سمير كما يعرف بين قيادات التنظيم كان ضابطا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين برتبة عميد رقن إبان الغزو الأمريكي تحول إلى شخص ملاحق ثم سجن في بوكا الذي تخرج منه ركنا من أركان القاعدة في بلاد الرافدين لم تكن مهمة الحج بكر سهلة في ظل وجود معارضة لتعيين الشيخ إبراهيم أميرة بعد هذه الضربة أكيد تنظيم القاعدة يريد يلملم جراحاته ويلملم أموره ويعيد تشكيله من جديد لغرض مواصلة عمل الإرهابي الإجرامي في العراق وفي باقي الأماكن لكون من يتولى مهام إدارة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق حج بكر مقرب إليه صوت له مجلس الشورى من أصل دعاش صوت له تسعة كنا مرشيحين أسماء نحن بتقديراتنا الاستخبارية من ضمن الأسماء المرشيحة وأبرزها كان هو أبو بكر البغتالي اللي كان طبعاً هو اسمه فيه هنا مو أبو بكر كان اسمه أبو دعاء كون الرجل من قريش كون الرجل ينتهي نسبه إلى قريش وهم يجعلون القراشية شرق في اختيار الأمير ثم بعد ذلك في اختيار الخلافة لربما كان هذا أحد المحفزات وأحد المقويات والمسوغات لاختيار الرجل أما كون الرجل يتسم بميزة معينة من ذكاء أو دهاء فما شفت يعني ما رأيت على الرجل شيء من هذا القبيل ولو كانت النظرة كانت قليلة في كم السادس لكن ما رأيت على الرجل شيء من هذا القبيل بيعة حج سمير ومجلس الشورى لدكتور إبراهيم البغدادي جعل بن لادن أمام الأمر الواقع فقبل ببيعة إبراهيم عواد لأنه كان يريد أبو عبد الرحمن الأعفري أو حج إيمان الخطابات لا تتسم بالعنفوان المهيج بكل ما كان يعني الخطابات أبي مصعب الزرقاوي ما كان عنده يعني من تسعير الحرب أو إثارة الهمم وشحذ العزائم وإثارة جموع النائمين مثل ما كان لأبي مصعب الزرقاوي والخطاب الذي كان ينزله بين الفينة والفينة عموما فلم تجد ماءا فتيممه صعيدا طيبا أصبح الشيخ إبراهيم أميرا للتنظيم أبو دعا صر أبا بكر البغدادي على خطى سلفه أبي عمر يتكن الأمير الجديد ببغداد التي لا ينتمي إليها على طريقة الملائية وطريقة المشيخة الغير أكاديمية في بغداد إنه من طلب العلم لأربع سنوات أو خمسة سنوات في مدينة ما وإن لم يسكنها وإن لم يكن وليدا منها أو ليس له نسبا فيها يصح له أن ينسى بلا تلك المدينة هم اعتمدوا على هذه الفقرة التاريخية وهو قد عاش في بغداد أكثر من سبعة سنوات المعركة آخر ما تركز رايتها في بغدا آخر ما تركز رايتها والرجل كنظرة مني يحاول إحياء وإعادة من بني العباس خلافة العباسي حتى في خطبة الخلافة اتشح بالملابس السودة وهذا كان لباس الدولة العباسية كان شعار العباسي لبس السوات فكون لقب البغدادي هذا إلى غاية إلى أنه لا تترك بغداد بتاتة بالتأكيد هو مشكلة البغدادي دولته بين خلافتين أو بين دولتين دولة بني عمية ودولة بني العباس بين عاصمة دولتين فهذا إشعار إلى الآخر ألا أنه بغداد لا تترك وتوجيه انذار وإخطار إلى المقابل إلى أن بغداد لا تسلم البغدادي الجديد تنظيما مثخنا بالجراح فالضربات العسكرية والأمنية كانت قد وصلت به إلى مرحلة الانحساب حتى القدرة العملياتية تراجعت بنسبة كبيرة فأضحت قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين أو دولة العراق الإسلامية مرآة لحال تنظيم القاعدة في العالم حتى انطلقت شرارة ما يعرف بالربيع العربي مثلت أحداث سوريا نقطة تحول كبيرة في مسار التنظيم كانت بنظر البغدادي ومن حوله فرصة لإعادة نفخ الحياة في التنظيم المشارف على الموت قتل الشيخ أوسام بن لاد في عملية أمريكية في باكستان تولى الدكتور أيمن الظواهري زعمة تنظيم قاعدة الجهاد في خورسان أزف إلى الأمة المسلمة أمة العقيدة والتوحيد أمة الجهاد والاستشهاد أمة البذل والعطاء أمة الهجرة والرباط لبأ استشهاد الإمام المجاهد المجدد المهاجر المرابط الأمير النبيل والقائد المحنك العابد الزاهد المتقشف المترفع عن دنايا الدنيا وسفاسفها البطل المقاتل في الصف الأول رائد جهاد الشيوعيين ثم الصليبيين إمام العصر في جهاد أمريكا محرض الأمة ورمز عزتها وكرامتها ورفضها للذل والتبعية أبي عبد الله أسامة بن محمد بن لادن شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر كان جنديا في الدولة الإسلامية في العراق وكلف من قبل رئيسه بأن يذهب إلى سوريا لفتح فرع للدولة الإسلامية في سوريا وعلى أساس أن تتم عملية توحيد للمنطقتين وخلق دولة جديدة باسم الدولة الإسلامية تتوسع لأنه شعار الدولة الإسلامية هي التمدد والتوسع الجولان يمثل إلى أبي بكر البغدادي الضربة القاضية والطعنة التي توجهت إلى خاصرة الرجل كونه شاطره بالمال والرجال واصطفاه بأحسن ما عنده وأرسله إلى الشام بغية أن يفتح له فرعا في الشام وإذا بالرجل يختزل الجهد والمجهود ويستقل بنفسه ويكون كيانا مستقلا وأرسل ببيعته إلى أمان الظواهري فكانت صدمة لأبي بكر البغدادي عندما ذهب إلى هناك وجد أنه يريد أن يستقل بنفسه ويريد أن يتبع تنظيم القاعدة لا أن يتبع تنظيم الدولة الإسلامية وهنا حصل الخلاف النقطة الأخرى أن أبو محمد الجولاني أراد أن يكون التنظيم أو جبهة النصر البغدادي وضع حد لتغريد الجولاني خارج سربه فرد الأخير بما لا يناسب الأول وقد دار حديث حول خطاب منسوب للشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله وذكر في الخطاب المنسوب للشيخ تبعية الجبهة لدولة العراق الإسلامية ثم أعلن فيه إلغاء اسم دولة العراق وجبهة النصر واستبدالهما باسم واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام لذا نحيط الناس علما أن قيادات الجبهة ومجلس شورتها والعبد الفقير المسؤول العام لجبهة النصر لم يكونوا على علم بهذا الإعلام سوى ما سمعوه من وسائل الإعلام فإن كان الخطاب المنسوب حقيقة فإننا لم نستشر ولم نستأمر وقع الجميع في حيس بيس استدعى تدخلا من خراسة تحدث الظواهر القاصدا الردق فأصاب الفق عموم تنظيم قاعدة الجهاد تلغى دولة العراق والشام الإسلامية ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية ذلك جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة هاته الولاية المكانية لدولة العراق الإسلامية هي العراق أصاب البغدادي تنظيم القاعدة في المرطن وبدأ يحضر للخطوة القادمة كانت عناصر داعش تشتبك مع عناصر النصر والمجموعات المسلحة الأخرى حيثما ثقفتها في سوريا في هذه الأثناء كانت حاشية البغدادي ترتب لما هو عظم دخول الموسل ومن ثم إعلان الخلافة أعلنه خليفة أربعة أشخاص أبو محمد العدناني وأبو إبراهيم المصري وتركي بن علي وأبو سليمان العتيبي قبل أن ينشق عنه هؤلاء هم الذين جعلوا في رأسه هذه الفكرة ودفعوه لإعلان الخلافة خوفا أن يسبقهم الظواهر في إعلان خلافة ما في إحدى فروع تنظيمه وبالتالي سوف تذهب الصدقات والزكوات والمساعدات المالية إلى بيت الخلافة الحجرة ووجهة المتعاطفين والمراهقين من الجهاديين سوف تكون وجهتهم دار الخلافة وليس داعش المسيطر على أبو بكر البغدادي هو أبو محمد العدناني هو أبو محمد العدناني فإذا كان مسيطر عليه أبو محمد العدناني فنحن لم نصنع شيئا فقد كان الخليفة العباسي يسيطر عليه الأتراك حتى قال الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغاء لا يقول إلا كما تقول البابا ظهر البغدادي للمرة الأولى خطيما أراد قطع الطريق على من يشككون في تحقيقه شروط الخلافة خرج في مسجد النوري العظيم في الموصل خطيبا يوم الجمعة مرتديا السواء وشر الأمور محدثاتها أياما معدودات أصبح البغدادي على رأس لوائح الإرهاب الاستخبارات العراقية كثفت من جهودها لاستياده كانت تنجح في ذلك عندما استهدفت بالقرب من الحدود السورية العراقية تفاصيل تروى للمرة الأولى على وسيلة إعلامها تحديدا يوم 8 داعش 2014 وهو كان في مدينة القام كان أكو اجتماع الاجتماع كان جايين بناس عرب جنسية وأجانب كذلك قادمين من سوريا من البوكمان لأبو بكر البغدادي لغرض إعلان المبايعة إلى الرسمية ومتابعنا متابعة حقيقية متابعة حقيقية عراقية بحثة كذلك يقول عنها فكان الاجتماع بأعداد كبيرة قادمة بأسماء أرهابية كبيرة كان الاجتماع في أحد المؤسسات الحكومية في تلك المنطقة تحديدا خلنا نقول روضة أو مدرسة من من المدارسة الموجودة في مدينة القام حددنا ساعة الصفر حتى لا يكون عدنا ضياع للعملية والمتابعة واستهدفنا مكان الاجتماع الله وفق بنجاح الضربة وأسقاط عدد كبير من الإرهابيين اللي موجودين بحسب الشهود العيان اللي موجودين بذاك المكان بس للأسف اتأكدنا أنه أبو بكر البغدادي انصاب ولم يقتل وكانت الإصابة مالتا في مكانين في منطقة البطن وفي منطقة الرأس ونقل إلى مستشفى خارج أول تلقى علاجات أولية داخل مدينة القائم ثم انتقل إلى مستشفى نجدت مجموعة إرهابية كذلك من داخل الحدود السورية منطقة البوكمان نقلت أبو بكر البغدادي إلى أحد المستشفيات هناك لغرض المعالجة وتأمين على حياته لأن خوفاً على أنه يتم استهدافه مرة أخرى في مدينة القائم من قبل القوات العراقية لم تكن هذه المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة هكذا يقول أهل الأمن في العراق لكن البغدادي أصبح بعدها أقل قدرة على الحركة وأكثر حذراً في الظهور لذلك هو يستخدم التمويه يستخدم التضليل لا يبقى ولا يبقى يعني يمكث في مكان أكثر من يوم ما حد هو كثير الترحال، هو كثير التنقل، هو كثير تغيير الأماكن هو لا يثق بأقرب الناس إليه باتت وشيك النهاية أضعاف كامل إلهم قتل قيادات كبيرة من عدهم أبو بكر البغدادي هو أقوى من بقي أقوى من بقي من دولة الداعش وبقى بعض الأسماء القديمة بقى اثنين أو ثلاثة ولكن لا أحد مثل أبو بكر البغدادي أصبح البغدادي مكملاً صحيح أن تنظيمه يفجر ويقتل لكن بغداد بدأت تعود إليها الروح عادت الشوارع عامرة بأهلها ودجلة يرقص برواده ليست الصورة مثالية فالدخان لا يزال يلوث سماء العراق لكنها تبقى أفضل بكثير مما أرادها خليفة داعش وتنظيمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر